لكم يعني الرئيس امر انه تعمله محل بدل الفرش اللي عامله على الارض بعمله مكان خاص به هو يبيع فيه بوفر له يعني بوفر يعني حياة افضل ليه والاسرته كمان زي ان بقول له اتعدي طبعا طول الوقت بتعدي فكان قاعد طبعا اطراب العربيات المكان رهيب جدا عربية نقل او اتوبسات معدية فكان الراجل ده ممكن في يوم يعني بعد الشر يجرله حاجة لانه بقول لكم المكان ده كان فيه حوادث كتيرة النهار ده ما بقاش الكلام ده لانهم عملوا تغيير لبعض المسارات وللافضل طبعا يعني عملوا تخطيط كمان للطريق بشكل افضل ولكن زي ان بقول لكم الزيارة دي بتقول كمان انك بتروح مش كمان حتى المشروعات قومية كبيرة لا ده انت رايح لانه مشروع ده بيخدم الناس يعني مشروع صغير قوي صغير بس مكان خدم للمواطنين تاني خدم للناس يعني زيارة سات الرئيس مبارح وهميتها دايما رئيس اتفتاحات المشروعات الكبيرة لا مبارح لا ده انت رايح كمان لمشروع بيخدم سكان المنطقة او اللي بيمروا من المنطقة او بيعدوا الطريق اللي بيروحوا بيعدوا بيقف يعني الجامع كمان اللي قدام حضراتكم طبعا وبمناسبة شهر رمضان ودائما طبعا سات الرئيس وتوجهات للمجدي انور عن ايضا الخدمات وتقديم خدمات للناس خلال خاصة على الطرق المختلفة وشبكة الطرق القومية اللي تدار بافضل طرق الادارة تعالوا نتابع زيارة السيد الرئيس مبارح وتفقد السيد الرئيس منطقة النخيل بالامس قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صلاة الجمعة بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير كان السيد الرئيس قد استهل جولته بتفقد المسجد الجديد بمنطقة النخيل الذي تم تشيده حديثا بناء على توجهات سيادته وذلك ايذانا بافتتاحه رسميا حيث يتشع لحوالي 400 مصلي واطلق عليها مسجد الحي القيوم وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار باستمرار التوسع في عملية التطوير الخدمي والتنسيق الحضاري للمنطقة على نحو يخدم اهل المنطقة ويوفر فرص عمل لهم حيث تفقد سيادته احد المتاجر التي كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من اهل المنطقة الذي كان يفتلش الطريق من قبل وذلك حرصا على سلامته ولتوفير عمل له السيد الرئيس اليوم عقد اجتماعا ضم سيد الرئيس الوزراء ومحافظة بنك المركزي وزراء الدفاع الخارجية البترول العادل التموين التجارة الداخلية المالية والداخلية ورؤساء المخابرات العامة هي قناة سويس الرقابة الإدارية ومستشار السيد الرئيس للتخطيط العمراني السفير بسام راضي المتحدث الرسم باسم رئاسة الجمهورية اكد ان الاجتماع تناول متابعة جهود الحكومة في توفير السلع الاساسية اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والاسعار المناسبة واتحتها في مختلف محافظات الجمهورية فضلا الاخر مستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم وتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بحيث تصبح المنظومة اكثر فاعلية وكفاءة وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود ضبط الاسواق من خلال تجديد الرقابة على منافذ البيع وتعزيز دور اجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية شهد الاجتماع متابعة لاخر تطورات المنطقة الاقصادية لقناة السويس وجهود جذب الاستثمارات اليها والموقف التنفيذي لما يتم انشاؤه من موانئ ومناطق صناعية ولوجستية